موسيقى 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 بسم الله نبدأ نتذوق هذا السندويتش يا أخو ربي لذيذ صراحة مرة متغرب بالصوصات أحب أغمسه في الحمص إن شاء الله الحمص يعطيه طعم جداً خيالي شايفين أنت الطعم كيف؟ الشكل، الطعم، كل شيء خلينا نغمسها في الحمص صراحة، الصندويتش بالصراحة، الباك أبدع في صندويتش الطعمية جداً يفوز أبداً ما توقعت أن يكون طعم الصندويتش لأنه شرك أول مرة تخش في هذا المجال وصراحة من أول مرة أبدعه فيه والباك صار يفتح في الصباح عشان الطعمية توقع التزامناً مع أنه صار يفتح الصباح عشان تفطر طعمية حين عندي مشروب المفضل قهوة، أنتم معرفين أنا أحب أشرب الماء قد يصوره في ساعة أشربه тот Strange لأ başbraين لا أحب من درسة صندويتش كنت سأتوجد قصود بد Arms لأنه طعمية كبيرة من الخميس كمان من م?.. هأنه حزين إن سن دويتش فتعبداً والله يا شباب فهنا لدي سن دويتش طاح طاح في الحمص مممممممممم След موسيقى 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 اي 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 نسي بش انتباعك انت تحدي جدا لذيب والله تحدي جدا صعب موسيقى والله يا شيخ حزب دوخوص تندوتشات اصلا مليانة حمص ليس مليانة حمص مليانة طحينا فأنتم لازم تعبوها طحينا اكثر شايفين ان الشكل جدا جدا رهيب ها ثم ان احتاجك تعبيلي كاز بف موية واضجة مع理اء شايفين وليس طحينا لا تحديك وليس طحينا انا اجيب لك يوجد القديل يغسل ولا يغيziel اشترك كتابة لك خلق هل يجب زي كده كمان؟ الله يلعت يلا حجي ولك يلا طولت علينا حجي لك بالله يلا وزي ما قلت لكم يا شباب انه في كل تحدي في كل تحدي برأيه استثناء داما جينا بلاحظة من التحدي انه قعد اكل اكل واخلص واخلص وما في اي تفرند يعني ما في اي فرق في الموضوع وزي وزي يا صديقي كمان قوي يا قوي سيدي حينتشافك بالموضوع وطبع شباب اللي مضايفين في حسابي في الانستقرام ترى بنزل لكم كواليس هذي حلقة وحتكون دايما انترى نزل لهم كواليس ايو ترى اي اي اشياء ترى جدا كويست يعني ترى اللي ما ضافنا في حسابي في الانستقرام لازم اضيفنا عشان لا يفوتكم الاشياء ويلا خلينا نكمل يا اخي موسيقى وقفوا والله يا شباب شايفين كيف الشكل بصراحة الشكل اسمع اسمع بس دي الاغنية اهداء لمحبين وعشاق الفلافل فلفل فلافل 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 قصة الاغنية هذي صراحة جدا قوم عمرك انتا عشان تسمحها عمري 12 هذي فل 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 فلافل انتا قصة هذي الاغنية يعني والانشودة بالاصح جدا معبرة ترى فيه شخص اسمه فلفول اهه يحب الفلافل ترى صراح فهذه الانشودة صرف له يعني يحبوه مع المخلل كمان والخضار من جدا انتم تحبوا المخللات في هذي الاشياء سندو تشاك في كذا شايفين كيف والله اللون الصراحة اللي على المسحب اللون جدا رهيب طبعا الاشباب شايفين الحموص حق الباك شي جدا جدا خيالي طبعا السبب تحنزيزوا راح صورواみたい درفع انا جنب افكرها احههههههه اخ والله منظر تاعبayım لله وحد يجي قدامي كدا قزدي وقد دف مكاني وجرب شعور هذا شعور Umm лучше النهوي 급 شباب شايفين وربي لديلكiero مع الطحينة تحنزي الحموص ناروح شباب تترون انه دي حين احنا عندنا ساعتين ونصف احنا قاعدين نصوروا تخيلوا انتو من الوقت اللي راح اتوقع شوفتوه في كم ست دقائق خمس دقائق هذلك اللي في ست دقائق او خمس دقائق سبع دقائق كده هذلك ترى صورناه في ساعتين ونصف انا بديت ادوق و ظهري وجعني يا اخي والله ايش يسوي يعنيسه قولي ايش الحل والله انت متورد كمان موسيقى وقربنا يا شباب نخلص بس لسه لسه باقي باقي لي عشرة انت كان باقي لك باقي لي ثمانية الله فرق اثنان يا اخي والله مظلوم يا اخي والله الله يا شباب يا اخي خلاص لو تعرفوا ترى قديش التعب اللي قاعدين من نتعب والله ترى تعب لو ما في اصلا جهد انه ناكل ترى انه القاعدة كده نقعد ثلاث ساعة اربع ساعات ونصور ترى اذا والله شي جدا متعب و الله يا شباب من شكل ما بقدر كم نتعب لا يا رجل ترى باقي لك كم؟ باقي لك ستة ستة ونصف عسلني بتطيع يال والله حسني برجل والله غاري وجعني والله يا قبار اخر المشكلة لازم كراسي التصوير نكلم المدير حقا نزبطها موسيقى شباب شوفوا أنا مالي صلاح السندويتش قاعد يتقطع فانتم معالفين يعني بقايا الخبز يعني تروح للحمام على كف أمك تدينوه ها فبابا انتم تحملونا كده في نهاية المقاطع يعني انتم تعرفون انه الاكل كثير كده يلعم في المقه يعني الواحد يسل قبله فانتم سامحونا يعني على هذه الأشياء موسيقى شباب أخلكم عندي هنا يلا شباب وقت وكمل يلا والله ضغطي يا اخي يلا يا شيخ يلا Mick يلا أنت ددا45 متابعين يلا يلا يكمل والله يا شباب التحدي نبحح من ضمن بلايك necess يعني من أسرع بالتحديات اللي قد تسلعتها في القناة عشيني نكون نصريح معاكم صادق صادق يلا فلست زيزو أخلي نبنى يلا بلع ودام ناخد اللقمة تكون صعبة في البلع والله ما في هزيمة والله ما في هزيمة والله شباب شايفين انه ما اعرف يتكلم لانه هذة من الاشياء اللي بعد يلا شباب ننظف الطاولة من نرجع لكم وبكذا وصلنا النهات المقطع لا تنسوها تشتركوا في القناة وتحطون لايك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم في الجديد واكتبون الاشياء تفعلوا نسويها في التحديات الجاية في التعليقات وهذا وزني وهذا وزن زيزو قبل وبعض التحدي ولا تنسو تضفونا في حساباتنا في الانستغرام هذا حسابي وهذا حساب زيزو ويلا بيسا